إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنا وقرعي انتمائي جغرافي بوبوس بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط فيه بفهوم بحراوي أبيضاوي فبيمتد انتماء اقتصادي وكمان ما ننساش أن غير الناحة الاقتصادية فيه نواحة أخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بالموزز برضو لو فيه باتكلم فده يعني شيء طبيعي أن يكون فيه قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض بس أنا حضرتك شايف يعني أن قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر والأمور البحر الأحمرية واضحة كما يعني في هنالي بعض الأحمرية لا أنت الأحمرية انت بارك انت بتتدخل ليه أستاذ موصني يا تارك رائد بوبوس الفضائية تنطلق من ميدانة الانتاج الإعلامي لا هي حتنطلق من هنا من قلبي بيتي بيتك 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 يا رحمك احتليته ايه فاكر نفسك ايه ها هي فاكراني بوشوان ربنا زيدك يا باشا تانكيو ملكي تانكيو فيري ماتش ملكي بره 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 امشي هنا بره بره بيتك بيتك امشي هنا ولبس بادلة فوزي انا بده بي مين ايه لع البادلة دي ايه لعها ها يالله ها يا حد بقى دي بقى دي حد ترحي انت معافينهم من التنة ايه لع الهدوم دي قلع ده كمان ايه لع لحد ترحي انت معافين هر اخر وازار كان بيأكل زيت خروع وازاني على كل حتة في جسم ها وهدي البنطلون كمان يا نهر اسود ومنايل لابس البوكسر بتاع المرحوم ألف رحمة ونور تنزل علي ايه ايه لع البوكسر ده مانا لو ألعت البوكسر المرحوم حيزعل ايه لع طب ليه ما بتقولي ليه شاء لع القميس اشمعنا البوكسر يعني انت مش هتجيبها للبرا خالب انا حاجر بقى مش هتجيبها اشمعنا بقى اشمعنا fenomen اشمعنا بقى هتجيبها للبوسر هتجيبها للغاية اشمعنا لما مبارنة وحطة حطة محسن بيه السادس دبيب المحامي بتاع مهجة هان أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا تاخدي عنابايا حمرة وانأخذ عنابايا صفر أرأيك ورده يعمله حاجة الأصفر مع الأحمر أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحدة حمرة واحدة صفرة وانأخذ ايه واحدة صفرة واحدة حمرة وإيه هم يا مام هم يا مام أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ديقت حضرتك أنا مش عايز اعتذارات أنا عايز فلوس تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم بس حضرتك عارف عهل البلد ولذلك أنا باقترح أنت ما تقترحش الثرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي مش عايز قلب الدماغ وحياتك حباتوا هنا ولا إيه؟ ماشي بقولك أنا خدي إيدي أهدايا الموجهاني فضل السلام ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كلا إيه بقى لا دي تعور والله؟ أه يعني بلاش؟ بلاش بعدين أه فليها بها صدر قرار من نيابة بتسليم الأصر للبنك بكثب محتوياته هتفضل معاني شوية لغاية ما نعمل جرد للأصر اللي أنت كنت حارس عليه في فترة التحفظ طيب أنا حسيبك وتجرده تحت وأنا حاجرت فوق واللي يجرد الأول يقول التاني أنا جرد ها؟ عشان ما نضيها الشوية يا جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الميلاد بتاعت السرير وكياس المخداد جا تدفع القص تخسعت معاها باشا طلعت متعسرة الأخرى وعملت إيه؟ أبدا جا تستلفت من أمي يلا برا برا طيب ساني واحدة برا ساني واحدة ونداب يا ما دي بقى تصور مع الباشا امسك دي تصورني يا رفر مع الباشا الدحكة الحلوة بها يا باشا يلا امشي برا انت وقوة يلا امشي برا اما عيال زي الفل انا بحب العالدي قوي بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض يا دي ربنا يا سعيدهم يا رب بتيجي نعتزل للناس اللي جاية دول واناك اللقم خفيفة وانا ام بادريه هو انتو متعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قليامي؟ اي برا اي ار classroom الشهر 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 لطفي لطفي استنى يا لطفي لطفي استنى يا لطفي لطفي استنى يا لطفي خلاص يا محسن باشا خلاص يا مهجة هانم اتحلت ازاي؟ بعد دراسة الموقف لينا اني مفيش حل غير الدمج اه؟ الشركات ساعاتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي التكوين جروب سميناه اتش ام جروب شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة انا مش ممكن اشارك الحيوان ده استنى بس والدمج ده في اديته بيه لما يحصل دمج بين شركة ساعاتك وشركتها البنك ممكن يدي لقرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لان يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار تحترم نفسك يا اخي تتعود بأدبك تردن اعمل فوقتك كده اه؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش والبيت ده بيت محترم انت ملكش غير نص البيت بس انا النص بتاعه نص محترم انت ليكو النص اللي فوق وانا ليه النص اللي تحت وكل واحد يلمي نفسه بقى بصراحة نعم نعم وعبد الحميد مالك ملي معاه هي اللي تلمي نفسها بس يا وراشر شو حاندي ايه احنا اللي نلمي نفسينا يلا بينا عطيارة اتنى بس رايح في ايه؟ رايح في الدقاءة ده ده انا انت تقطاقت انا اللي غلطاني انا اللي غلطاني بس عشان نتحاسب ان العمالية ما تجيش كده اصلاح عشان انا حطيت ايه ده فيه ايه واحد جاية اوه اتنى عم حامل يستنى بس هو فيه شغل مجد تقطاقه مساءل خير يا موحسن بيه خير يا ست اللي هو انتم مش خدتوا الاصر والشركات وكل حاجة عايزين من ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا موحسن بيه انا جاي لعبد الحبيد الانفوشي والست عطيات اخته ايه اتلوا متعسرين هما كمان؟ لا انا سيبت الاموال العامة من الحركة اللي فاتت اما اللي فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات اه المخدرات وانا اقولي شبا ان انتم اللي مش متعسرين في البلدين المخدرات يلا حبيب عطا عيتم؟ نعم يا حبيب يلا يا بيت الكلبة من هنا يام نعم يا حبيب الهي الحالة مختلفة قولك ايه ما تيالا يالا ايه نتجوز في ظروفنا دي ده انت راي ما اني قال له ظروفها صعب ومنها بنينا وبنتجوزه برا بيسال حلاوة بيسال حلاوة بيسال حلاوة سيادتك لما واخذة مش عايز سواء هو حقاك بالشغل سواء اه سيادتك انا عندي تاكس طب عندك تاكس وعايز الشغل عندي بيه بيسال حقاك يا باش والبنك ما بيرفهمش انا انت متعصر انت كمان متعصر الحمد لله انت متعصر بيسال جاء بيسال جوافة يا اخوان